على وقع تظاهرات الجمعة الثالثة على التوالي رفضاً لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة يهتز نظام الرجل من الداخل تحذير بوتفليقة مما سماها الفتنة أو الفوضى جاء عكس ما يبغي فلا المتظاهرون ينون التراجع عن مطالبهم ولا الصف الحكومي يبدو ثابتاً خصوصاً من إعلان التنظيم النقابي جديد يمثل القضاة في الجزائر رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثامن عشر من نيسان المقبل في حال مضى بوتفليقة قدماً لترشحه لكرسي الرئاسة القضاة انتقدوا في بيانهم الممارسات التي أسسها نظام الرجل حيث ظل شعار دولة القانون يوظف لمصالح جهات معينة دون مصلحة الشعب الجزائري دعين بغية القضاة إلى الالتحاق بالتنظيم النقابي الجديد لاسترداد هيبة العدالة في البلاد سريعاً امتد الزلزال إلى صف الحزب الحاكم فأعلن سبعة قياديين استقالتهم من جبهة التحرير الوطني ودعمهم للحراك الشعبي وتبعهم لفيف من الكوادر والأنصار القيادي المستقيل من الحزب عبد الرحمن السهل قال إن الوضع الراهن لم يبق لأي كادر في الحزب مبرراً للبقاء في نهج سياسي معاكس لحركة الشعب والتاريخ المعارضة الجزائرية من جهتها صعدت من لهجتها ضد النظام فقالت على لسان رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس إن السلطة بالجزائر أقدمت على تكميم الأفواه ولا تزغي سوى لصوت الاستبداد لافتاً إلى أن الشعب الجزائري انتفض ضد الظلم كونه يريد دولة عصرية بيد أن الدولة العصرية التي يريدها الجزائريون بثورتهم لا تجد لها في آذان السلطة سوى صد الفوضى أو سنوات العنف التي عصفت في البلاد إبان التسعينيات كما تحدث رئيس أركان الجيش قبل أيام وكأن الحرية والديمقراطية في البلدان العربية رديفة الدم والحرب تماثلها الدكتاتورية رديفة استقرار بقمع واستبداد عندما يعاند الحاكم المنطق